أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان وتعرفون الحق والحق يحرركم رح نواصل في هذه الحلقة نفس حديث الأسبوع اللي مضى في الأسبوع اللي مضى ركزنا على موضوع الحق واليوم رح نركز على موضوع الحرية أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة لأنه رح تكون سبب بركة لحياتك خليني في البداية أقرأ من كلمة الله من إنجيل يحنى إصحاح الثامن والآية الثلاثين وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم أجابوه إننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنت إنكم تصيرون أحرارا أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد فإن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا يبارك لنا رب كلمته لما سمعنا حلقتنا اليوم دعيتم للحرية ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر